في مرحلة أمس ما تحتاج فيها كركوك إلى الوحدة أكثر من أي وقت مضى والتي نجحت بإنجاز وطني تمثل بالاستحقاق الدستوري في اختيار ريبوارطاها مصطفى محافظا لها وإبراهيم تميم نائبا للمحافظ فإن العنوان الرئيسي للمرحلة المقبلة هو وقت الإصلاح هكذا ينطق الشرع الكركوكي في وجه محاولات عبثية لتقويد تلك الجهود المجلس الذي صوت بشكل دستوري وقانوني لاختيار محافظه ونائبه ورئيس المجلس أنهى أزمة امتدت لنحو ثمانية شهور إثر خلافات واختلافات سياسية لكنه إنجاز وثقت توازن بين المكونات وفي وقت تزداد فيه أهمية الاستقرار والتنمية في محافظة كركوك تبرز أهمية دعم القيادة الجديدة التي تسعى جاهدة لتحسين الأوضاع في المدينة حيث تمثل تعيين ريبوار مصطفى محافظا جديدا لكركوك وابراهيم تميم نائبا له بحسب سياسينا وخبراء بالخطوة الكبيرة نحو تعزيز الوحدة والتعايش السلمي بين مكونات المحافظة التي لا طالما كانت أنموذجا ولا تزال للتنوع العرقي والديني في العراق وينادي مواطنون من العرب والكرد والتركمان عدم السماح لتأثيرات تحاول التغريد خارج السرب بأصوات النشاز إذ تؤكد حكومة كركوك أن العمل والإنجاز هو المرادف لاختيار المنصب أما ما عدا ذلك من محاولة عبث كشفت عن نواياها بعدم قبول خوض منافسة شريفة تتكع على الدستور والقانون ولا تبحث سوى عن الكرسي هكذا كان لسان الحال الشعبي في الشارع الكركوكي أما العمل الجدي فهو عنوان مرحلة حكومة كركوك بخدمة أبناء المحافظة والتي ترفض جملة وتفصيلا السماح لمن يسعون لتأجيج الشارع أو الإضرار بمصالح المواطنين على طريق عنوانها تجاوز الخلفات والعمل يدا واحدة من كل المنابط والأصول اشتركوا في القناة